السلام عليكم ازايكم عاملين ايه? يارب تكونوا كويسين وبخير. وصفتنا النهاردة هنعمل مع بعض اصابع الجلاج باللحمة المفرومة لذيذ جدا طريق طريقة حلوة ومورق من جوة وهقولك ازاي كمان ما ينشفش منك خالص. يلا بينا نسمي ونصلي على الرسول بس لأول مرة زوري كناتي معاكم بس مفاوزي. اهم حاجة لايك وشير للفيديو لو عجبك ونوريني باشتراكك في القناة. يلا بينا نسمي ونصلي على الرسول ونشوف طريقة التحضير على طول. هنسمي اللي واول حاجة عندي كده حاجة على النور اللي هعمل فيها طوصة حلوة المتوفر عندك. وهضيف تلات معلق كبار من الزيت. حابة انتي تعملي سمنة اعملي براحتك. انا ضفت زيت وهضيف نص كيلو من اللحمة المفرومة. طبعا الكميات دي على حسب الكميات اللي عندك. انا هعمل نص كيلو جلاش. هياخد معايا نص كيلو المفروم. طبعا اول ما تشوحت كده هنزل ببصلتين مفرومين. فرموهم كده او ابشريهم. يعني خليهم اه ولا هو نعم اوي ولا هو خشين اوي. وهبتدي انزل على اللحمة. ممكن تعكسي. تنزلي بالبصل الاول او اللحمة الاول. مش هتفرق. المهم في الاخر النتيجة هتكون واحدة. هطعاموا كده بملح على حسب الزوء طبعا. وهحط بقى زي ربع معلقة من الفلفل الاصمر. وهبتدي برضو اشوحهم. حابة انتي تحطي اي بهرات تانية ضيفي. انا محطتش غير ملح وفلفل الاصمر. ورشة بسيطة من السبع بهرات واي الحوم بحب فيها جسل تيب. فحطت برضو رشة بسيطة ما كترتش. زي ما قلتلك هو ملح وفلفل اصمر هيبقى معاك زي الفل. هنا هعمل ايه? عندي شوية صغيرين كده من الفلفل الالوان بيفرق جدا في الطعم وبيخلي كمان اللون حلو قوي. اول ما تشوحت معايا هسيبها بقى كده على نور هادية تستوي براحتها. واول ما ابتدت ان هي تخش في السوى يعني قبل ما اطفي عليها كده بقيمة دقيقتين او تلاتة. وبصوا ابتدى كمان ان لونها كده يتغير شوية. هضيف عليها آآ طماطمية كبيرة بشروها. في ناس بتضيف آآ صلصة. بس بصراحة الطماطم بتفرق جدا في الطعم. مش مهم اللون يكون احمر قوي. المهم ان انا اخد طعم حلو. فبشرت كده آآ طماطمية كبيرة كده حلوة ما تستخسريش. وابتدي آآ حطيها. ممكن من استقطعها قطع صغيرة عادي قطعيها قطعيها قطع صغيرة. انما لو ضربتها في الخلط وبقت سايلة اوي زي العصير. لأ مش هينفع. اللون ده تمام كده جميلة اللونها كله بقى موحد. وكانت عايزة اقول لكم ريحتها خرافة كده خلاص بقى استوت معي. واول ما بردت عندي آآ اللفة دي من الجلاش نص كله. هنفرد كده الجلاش وهنحضر بقى حاجتنا على الرخامة. هنعمل ايه? هناخد الطبقة اللي هندهن بها هي السمنة. في ناس بتدهن بالزيت. السمنة دي يعني هتكفي وتزيد. الزيت اول سبب ان هو بيخليه ينشف معي. يعني في ناس بتمشي على الخطوات وفي الاخر تقولي ده الجلاش نشف معي. الزيت مش بيديك التوريقة اللي هتشوفيها دلوقتي في الاخر. آآ كمان مش مش بيخليها عطرية كده من جوه. بصوا هنا بقى انا هاخد طبقتين. لو انت عايز تشتغلي على طبقة واحدة من الجلاش عادي. بس احنا هناخد اتنين علشان كده تكون الواحدة محكمة معنا ونقدر نمسكها. هنبتجي كده اخد آآ سمنة وهبتجي ارش رش كده. المهم ان انا ادهن السطح كده بتاع الجلاش من فوق كله بالسمنة. وهبتجي احط شوية طبعا على حسب ما انت عايزة بقى كتير بس هو يعني احنا هنحط في المعقول. وهنبتجي نوزع كده اللحمة بالطول كده. طبعا في ناس بتحب ان هي تعمل الواحدة بوحدتها من غير ما تقطعها. بتفرضي بالشكل اللي انا عاملها ده. وبتبتدي تقفلي من الجناب. وتلفي كده زي كأنك بتحشي آآ آآ اللهم صرح يا سيدنا محمد ورق عنب. فاحنا حبينها كده زي ما هي. اهم حاجة بس ايه? اضغطي كده بس اضغطي برضو بالروحة بشويش عشان الورقة ما تتقطعش منك في الاخر تقولي انا قلت لك اضغطي. انا بالروحة خالص كده بزق اللحمة الجوة بشويش وببتدي الفها وهي السمنة بتاعتي كاسيا آآ ورقة الجلاش كلها هيكون مورق معاكي ومش هينشف وهيبقى زي الفل. طبعا السنية زي ما حضرتكم شفتوا في المقطع اللي قبل ده. انا دهنيها بسمنة وبصوم زودة السمنة شوية علشان السمنة دي هي اللي هتحمر لي الجلاش من تحت. فكده خلاص انا عملت واحدة وهعمل معاك واحدة تاني. هي الصينية يعني على المقاس بالزبط. كبيرة صغيرة بقى اشوفي المتوفر عندي. بصوا هنا في واحدة مقطوعة يعني حتى الجلاش الصغير لأ ما بيتراماش انا قصدت ان انا اعمل معاك واحدة لان في ناس كتيرة ممكن تقول الجلاشة مقطوعة مش هينفع اشتغل فيها اهي قدام حضراتكم زي الفل. بس اهم حاجة خليت الطبقة اللي هي من تحت اللي انا هبتدي الفها هي السليمة. والباقي من جوه عادي. برضو نفس الوضع دهنت دهنة من السمنة وبعد كده حطيت آآ اللحمة المفرومة بتاعتي وببتديت ان انا ازقي كده بايدي بشويش. والفها رول كده وهحطها في الصينية. بس كده هخلص بقى كل الكمية بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. قبل بقى ما ادخلها الفرن او مني شوفها هنزقوها ايه? هقطعها. قطعت كده من نصف على عشان آآ ابتدي اشوف بس هنا يكون مقاس هنا. فقطعت كده من نصف وبعد كده هاخد بقى الجنب التاني برضو كده من نصف. والجنب التاني من نصف عايزة تقطعيه صغير كبير. التقطيع دي المقاس ده يعني مناسب جدا من نسبيني. هتيجي نستو قولي طب بينفع ادخله الفرن وبعدين اقطعه. لأ حاولي يعني انتي تقطعيه الاول. وما آآ هينشف مع يعني ممكن الجلاش يكون مقار مش كده اول ما بتطلعيه. فمش هكوني محكمة في انك تقطعيه. فانك تقطعيه كده احسن. خلص كده قطعته هنركنه بقى وتاعي نعملو التسقية بتاعته الجميلة دي. جبت بولة كده وهضيف فيها بيضة. بيضة واحدة. يعني الكمال اللي عندي مش هحتاج اكتر من بيضة. هربها بس كويس كده وفكها من بعد وبعد كده هضيف عليها كوباية من اللبن. كوباية من اللبن سائع دافي عادي يعني اي حاجة. وهطعمها بملح وفلفل قصمر طبعا علشان الزفارة. وحس بيكين بودر. بيفرق جدا فيها بيخليها لك كده الجلاش بتاعك. بيكون طري وبيكون كده فيها شاشة كده مش مكتوب من جوة. بيبقى حلوة قوي. دي زي معلقة صغيرة بتديت ان انا احطها كلها. هنا بس هنكبر الحاجة بتاعتنا علشان نربها براحتنا. فاهم حاجة بس ان انت ما تخليش قصر آآ اللبن لوحده والبيض لوحده والتواب اللي احاول ان انت تربيها كويس جدا. وبعد كده هاخدها وهبتدي ادهن كده علشان آآ اكون واسقة بس ان كل حاجة يعني السائل اللي احنا عملناها دوت او التسقيه اللي احنا عملناها كل حاجة شربة كده منها وبعد كده الباقي هاكوبه بالشكل اللي حضراتكم شفتوا ده. وتدريجيا كده المين وشمال عشان تتسقى وزي الفل. حطتها على الفرن الاوسط مش هتاخد اكتر من ربع ساعة. وبعد ما حسيت ان هي خلاص ابتدت تلم كده من الجناب. فشغلت عليها الشوية من فوق اديتني اللون ده. وكانت بسم الله ما شاء الله زي الفل. برضو هطلع معاك واحدة وهورها لكم ما شاء الله. مش لزقة من تحت. وكمان آآ يعني اللون حلو جدا جدا. ما شاء الله من جوة طرية وهوريكم برضو وانا بقطعها طرية قد ايه? بصوا ما شاء الله عايز اقول لكم كاميلا والكاميرا كان بتبيني ريحة رحتها حلوة قوي. بصوا مورقة ازاي? ومش نشفة ولا اللحمة مغمئة معايا وبرضو هوريكم من تحت آآ السامنة اللي احنا دهانا كده بصوا. وغدا برضو اللون حلوة قوي. مش محروقة. مش آآ مش نية ولا كل الكلام ده. يا ربي كده وصفتي يكون خفيفة وسهلة من نسباتك ويكون الفيديو كان فيه افادة لك. ما تنسيش بقى لايك وشير وتنوريني باشتراكك في القناة. اسيبكم في حفظ الله مع السلامة.